الآن نشوف حرف جر جديد يلا أخوي على حلو حرف الجر على إيش معاني حلو هس لما بدك تجي على على انذكر يا أخوي الله يغضع عليك هاي عندك عين لام ألف حلو وهاي عندك عين لام ألف حلو استعلاء حقيقي وفي عندي الاستعلاء نوعين يا حقيقي يا مجازي أستاذ أنا الآن كي بد لا 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 هاي عندك أعطيك مفتيح استعلاء عين لام ألف يعني على حلو الكلام حلو الآن أستاذي هاي عين وهي لام وهي آلف خلاص على في منه حقيقي وفي منه مجازي أستاذي نفس المعنى الحقيقي ملموس ومادي والمجازي مش ملموس آه ممتاز نفس الإشي طيب أخوي ركز معي كثير كويس وقف هيثم على جبال عجلون أستاذي ببط طيب بس دقيقة دقيقة شو يعني استعلاء؟ آه استعلاء يعني أنت بتحكي آه فوق يعني شيء تمام فوق شيء آخر فوقي آه وقف هيثم على جبال عجلون هيثم شخص حقيقي هو يعلو جبال عجلون يعني واقف فوقيهم وهذول إيشي حقيقي دان دان بتقولي على على طول هذا إيشي اسمه استعلاء حقيقي تمام القلم على الطاولة يا عيني عليك هذا اسمه استعلاء حقيقي اللي بيصنع أنت لو أنا قاب بحكي هذا بيكون مبدع يا عيني أخوي طب استعلاء مجازي هذا الشعر شو بيقول سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاور ردة دق تحمل روحك على راحتك إذن في أحد الطرفين لفوق الثاني استعلاء يعني الروح هو بيقول الروح على أيش الراح أصلا راحتي يعني يدي راحتي يعني يدي وروحي بدي يحمل روحه على يده هذا إيشي مش منطقي آه بس هو هو استعلاء لكن الاستعلاء هنا مش حقيقي مجازي لم يحد يحكي لي والله أنت قدرك واحترامك على راسي آه والله صح هو القدر قال لي على راسي صح آه والله هو استعلاء لكن الاستعلاء هل شو ما قاله مجازي تمام فلذلك لازم أكون فاهم شو يعني استعلاء حقيقي شو يعني استعلاء مجازي ماشي لما أقول مثلا مثلا العصفور على الشجرة خلاص فهمت العصفور حقيقي والشجرة حقيقي والعصفور مستعلاء آه يا علو الشجرة فهذا اسمه استعلاء حقيقي إبداع 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 السببية أستاذي فيه سببية فيه اللي أخذناها سابقا زي من وزي فيه أخويا غير ضحليك هذا إيشي كتب ريحنا معنى السببية الآن أستاذي أغلب حروف الجرة فيها إيش سببية عادي ما فيه مشكلة طيب السببية بمعنى بسبب قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم إنتوا بدكوا تكبروا الله ليش بسبب هداية الله ممتاز الآن هذا اسم سببية طيب أستاذي الآن لما أحكي سببية يعني على تجي بمعنى بسبب آه يا أستاذي مثلا لما أقول لك وكزها أنا طارق آه شمالي آه يا أستاذي مثلا أكرمت طلابي على تفوقهم بسبب تفوقهم أكرمتهم شوف الإشي الكويس أكرمتهم على إيش بسبب صح ولا صح لذلك لنجل نفهم شو عن سببية وعلى تعطي معنا شو السببية حل المصاحبة كلمة مصاحبة سهلة بمعنى مع أو بمعنى بالرغم من بالرغم شو من اكتبوها هاي حلو كيف يعني بالرغم من طلع 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 لما أقول لك مثلا يا أخي زيد رجل غير صالح أنا شو بدي أقول لك الآن اسمعني زيد صديقي على سوء أخلاقه زيد صديقي على سوء أخلاقه هل هو بسبب سوء أخلاقه هو صديقي لا بالرغم بالرغم من أنه سوء أخلاق عنده سوء أخلاق إلا أنه شو بظلي صديقي آه فهمت فهمت بالرغم من يعني مع حلو لما يقول لي مثلا طلع ركز ركز الأردن بلد معطاء على قلة موارده الأردن بلد معطاء على قلة موارده هل هو بسبب قلة معطاء طبعا لا مش بسبب عطاءه مش بسبب قلة موارده عطاءه بالرغم من أنه قليل الموارد إلا أنه ايش معطاء هي كلمة مصاحبة كلمة شو مصاحبة تأتي بمعنى مع أو بمعنى بالرغم من حلو لما تقول لي والله الكتاب مفيد على مثلا إيش كثرة أوراقه آه الكتاب مفيد بالرغم من كثرة أوراقه إلا إنه شو مفيد يعني عليك أخوي تعال ما المعنى الذي أفاده حرف الجر على أخوي آه قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم هسا ربنا بيغفر للناس بسبب ظلمهم لا طيب بالرغم ظلمهم ربنا بيغفر لهم آه طبعا ربنا غفور رحيم فلذلك هاي تعتبر مصاحبة يعين عليك شوف كيف فهمت المصاحبة ولا تنسى الاستعلاء في منه حقيقي في منه استعلاء شو مجازي حك إنت لازم تكون فاهم تمام البر الحق أن تبذل المال على حبك لا أنت بتحب المال بس لازم تبذل آه مع إنك أنت بتحب المال بس لازم تبذل إذن بالرغم من حبك للمال لازم تبذل إذن البر الحق أن تبذل المال بالرغم من حبك له فهون بمعنى شو المصاحبة لازم تفهمها مليون أخوي طلع طلع ركز كافأ المعلم الطلاب على ركز تقصيرهم هو كافأهم يعني أعطاهم شيء كويس بسبب تقصيرهم لا والله يا طاري الآن المعلم كافأهم بالرغم من تقصيرهم إلا أنه كافأهم هاي معنى المصاحبة تمام تمام طيب كافأ المعلم الطلاب على تفوقهم هنا بمعنى بسبب أخوي إذن كافأ المعلم الطلاب على قلنا تقصيرهم هاي مصاحبة كافأ المعلم الطلاب على اجتهادهم هاي بسبب اجتهادهم شوف كيف الجملتين محلاهم بتكتكات مرتبات اكتب بين عندك بعدين بإذن الله السريع تفرق بينهم تمام طالح هاي قال أبو تمام وقفنا على جمر الوداع شكرا شكرا أبو تمام كيف أنت واقف على جمر الوداع بيّننا تفضل فضل فهمت عليك والله يا طارق ما بقولك أن أنا بحكي لك إلا استعلاء مجازي مشيها آه وقف على جمر الوداع هو شخص حقيقي واقف لكن واقف على جمر الوداع فيه جمر للوداع هذا اسمه استعلاء صح هو وقف بس استعلاء شو مجازي ممتاز تسلمت ليلة شهادة الشكر من مديرة المدرسة على تميز أدائها آه تسلمت إيش شهادة شكر على تميز أدائها بسبب ممتاز تقدر تحول الجملة هاي تسويها مصاحبة آه أنا أستاذ أنا أنا تسلمت ليلة شهادة شكر من مدير المدرسة على قلة حضورها آه هي شكر أعطناها شكر الأشياء ثانية لكن هي بالرغم من قلة حضورها أعطناها شهادة شكر فممكن أحولها لمصاحبة يعيني عليه جاء في رواية اللحن الأول من أيام فلسطين للروائية ياسمين زهران حلمت الليلة الماضية أنني أقف على شرفة بيتنا في القرية يا ياسمين اسمعيني أنت بتقولي احلمت طب أنت حلمت الليلة الماضية أنك واكفة على شرفة شرفة يعني البلكونة آه طب هذا اسمه استعلاء يعني إشي فوق إشي آه الآن هذا الاستعلاء أستاذي مجازي لا خطأ ليش مجازي أخوي آه هنا حلمت لا 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 حلمت ولا ما حلمت هنا أستاذي ياسمين شخص حقيقي والبلكونة إشي إش حقيقي مادي ملموس على طول حتى لو حلمت بقول هذا اسمه استعلاء حقيقي يعيني عليك أنا ما دخني بالحلم أقفه أنا شرفة البلكونة إذن هذا استعلاء شو حقيقي عندنا عن أخوي عن عن تعطيك معنى المجاوزة لما الواحد يسوق بيتجاوز ومرات والله حاب أبدل أنا الشوفير سوق أنا ومره آه شكرا هاي عن عن بيب بيب تعال ما معنى المجاوزة معنى المجاوزة أكتب أكتب عندك الابتعاد عن يعني وكس لما أجي أقول لك والله إيش ابتعد عن أخطاء الآخرين يعني تجاوز عنهن سيبهن شكرا فلذلك بس معنى يلا عن يا طارق آه والله بس المرء الذي يهتم بصحته يبتعد عن كل ما إذن يبتعد عن يعني يتجاوز أخوه صح ولا ممتاز اصفح عني ليش هو ممكن يجي حرف الجر معاه يا آه يا أستاذي عني اصفح عني ابتعد عني ابتعد عنه عادي ما أكتبتلك في البداية أنه أستاذي حرف الجربج وراء اسم مجرور والاسم مجرور هذا ممكن يكون اسم ظاهر أو ضمير متصل فعادي جدا وهذا ما سنذكره إن شاء الله في أوراق العمل بإذن الله عز وجل البدلية حلو البدلية يا طارق كيف يعني بدلية ركز معي لما أقول لك ركز استلم المال طارق عن أخيه آه هو تجاوز عنه لا ما دخل هو استلم بدل أخي ممتاز أخوي الآن أنا شوف تحكي أنت آه بدلية تعال تعال بمعنى بدل يعني بدل آه تمام قال الشعر جازيتني عن تماد الوصل هجرانا إنت جازيتني بدل أنا 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 أوصلك يعني أجيك وإنت شو هجرتني إذن بدل الوصل اللي أنا قدمتلك يا إنت بعطيتني شو هجران فهذا إيش اسمه آه جازيتني عن تماد الوصل هجرانا هذا اسمه بدلية يعني عليه وعن تماد الأسى والشوق سلوان عن تماد الأسى الحسن والشوق الشوق إليك آه ممتاز الآن شوف العاطفة في البيت هذا بالجن انتمام لكن الحزن هنا إنت يا أستاذي آه بدل تمادي أعطيتني سلوان فرسيتني وبدل الوصل أعطيتني هجران فهذا إيش اسمه إيش اسمه بدلية ما المعنى الذي أفاده حرف الجرعان في كل مما يأتي قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان حلو إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم هيها اللي بحكي عنها هي اللي بحكي عنه إنه ممكن يكون حرف الجر معاه إيش معظم المتصل عادي تمام تمام يجي تحكي لي عنكم عنه عني عن ها عادي عنهم عادي يلا ولقد عفى الله عنهم عفى الله عنهم آه ينسى معهم آه مجاوزة أستاذي ممتاز هذه مجاوزة يعني أستاذي هو كان في معنى لا عن بس اثنين أو هو معطيني بس اثنين بدلية وإيش ومجاوزة لا تخاف أخوي يلا قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ايش يحن الآن والد عن والده استاذي على طول أنا بفهم يجزي ما حدا بيقدم عن الثاني ما حدا بيقدم بدل الثاني آه إذن بدلية يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي ما حدا بيقدم بدل الثاني والد عن والده على طول ولا مولود هو جاز عن والده بدل ما في حدا يتحاسب بدل فلان حلو ممتاز ولا حدا رح يعطي هذا شيء ممتاز أنا بحكي عن البدلية على طول تسلم خالد الجائز عن فريقه الجائز للفريق كله بس خالد الله يصلح حاله أخذ الجائزة بدل الفريق ممتاز الآن على طول بفا من هاي بدلية هو ما في مجاوزة هون لا الآن تجاوزت ميسون عن العقبات العقبات الصعوبات للمشاكل آه تجاوزت عنها بمعنى مجاوزة سدد أبي الدين عن صديق طفولته هل هو تجاوز صديق طفوله لا هو سدد الدين بدل إيش صديق طفولته ممتاز هذا اللي أنا بحكي فيه لازم أكون فاهم شو اللي أنا بدي إياه بالضب وانتوا إن شاء الله بإذن الله فاهمين مدام أنا فاهم أموري كلها إن شاء الله عالي العالة الله يرضى عليكم تكونوا عارفين مئة بالمئة شو اللي بدنا إياه تمام؟ تمام إن شاء الله الآن نجا حرف الجر اللام يا جماعة حرف الجر اللام شوفوا هذا لما تشوف اللام هيك راح تشوفها متصلة اتصال مباشر فهي من الحروف المتصلة لزقة بالكلمة تدير بالك منها وبالله عليك عندي معلومة يا جماعة ما تنسوها اللام بالذات اللام بالذات بالله عليك اللام بالذات لازم تمتبه إنها متصلة بإسم أو ضمير متصل غير هيك طب أستاذي طب لو لام اتصرت مع مين؟ مع فعل هنا أستاذي لا تعتبر حرف جر لا تعتبر حرف جر أنا متخيل سؤال وزاري حب أحكي لك إياه أربع جمل أستاذي أربع جمل الجملة التي احتوت على اللام حرف جر معقول آه ممكن يحط لي جملة فيها لام إيش ابتداء ممكن يحط لي جملة فيها لام لام ابتداء معروفة بتجي مع المبتدأ لام مفتوحة لام حرف الجر لازم تكون شمالة مكسورة ممتاز لام حرف الجر لازم تكون قرها اسم أو ضمير متصل يا عيني عليك ودير بالك ترى السؤال شوي آه بالدقيق بدي أكون فاهم شو يعني لام حرف جر بقرة بيجيب لك لام اللي فيها لام إيش لام اللي لام مزحلقة آه هاي شو دخلها لام المزحلقة أستاذي لام مفتوحة مش زي هاي لام مكسورة آه تمام تمام معلومة مهمة والله مهمة دير بالك منها هو بيكون وراها اسم أو ضمير متصل وبتكون مكسورة غير هيك ما إلي فيها طب لو إجت لام مفتوحة مع اسم يا طارق كمان ما إلي فيها دير بالك من هاي الشغلة بالله يا أهلك الآن اللام الملكية الملكية أستاذي لما تكون اللام ملكية تكون عائدة لملكية شخص القلم لطارق حلو الثوب لمحمد حلو مثلا السيارة لصديقي هي ملك لصديقي هو ملك لطارق ممتاز ملك إليه يعني لشخص ممتاز فلذلك أتابع موقعا أكترونيا حيلو الموقع هذا لمين يا جماعة لي صديقي هل هو ملك لصديقي الفرد آه ممتاز فإنت بتحكي هاي اللام ملكية هاي شايف اقرأها لا صديقي ولا لي صديقي يستاذي معقول والله يدير بالك منها وهي صديق اسم إبداع طيب الإختصاص النوع الثاني أو المعنى الثاني لمين للام الحدائق العامة لنا جميعا قافي عندنا لا هانا للجميع لنا بالله عليك دير بالك منها هل الحدائق العامة ملك لفرد ولا للعامة ممتاز فهذا معنى الإختصاص دي بالك تنغرب كلمة إختصاص تفكرها خاصة لواحد لا الاختصاص عكس عكس العنوان حلو اختصاص بمعنى إيش للجميع لما أجي أحكي الأردن للجميع ممتاز هي اسمها لامة اختصاص إبداعه هسا ممكن اللام تكون سببية وإيش وتعليل كيف يعني سببية والمرة هاي جايب سببية وتعليل آه هو ذكر كلمة السببية والتعليل عشان الإشي اللي نبهتك عليه سابقا اللي هي اللام لازم تطلع بتكون مكسورة ومحها اسم والاسم هذا بدي يكون إيش مجرور أو بيكون عندي ضمير متصل عرف الجر غير هلأ غير هلأ دير بلك أو أجعك آه فهمتك فهمتك يا وزارة فهمتك وطارك فهمك أقول تعال استثمرت الوقت في العطلة الصيفية للتدرب على السباح يا أخوان كلمة تدرب هاي اسم والله آه تدرب تدرب حلو آآ آآ الآن أنا فاهم إنه هذا مصدر والمصدر الصريح يعتبر اسم فالله يرضي عليك تكون فاهم إنت استثمرت الوقت أولا تحال علل علل إنت استثمرت الوقت في العطلة الصيفية آآ أتحكي لك كيف تدربت على السباح شكرا إليك سببية وتعليل وعندي اللام هنا جاءت بمعنى شو السبب والتعليل وجاء محا اسم للتدرب تدر رو ممتاز آآ الآن أنا كن فاهم إنها مع اسم الله يرضي عليك تمام 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 الآن مثلا جهزت نفسي للخروج في رحية في رحلة آآ الخروج خروج هنا ليه للخروج هاي اسم تمام أستاذي فاللام هنا تعتبر شو اللام تعتبر هنا سببية وتعليل إذن ليش جهزت نفسك لأن أنا بدي أبين لك بدي أعلن لك أحكي لك ليش آآ للخروج تروح معي لا أخليكم طيب حرف الجر اللام السببية ومعرف بلام التعليل التي يأتي بعدها سبب ما قبلها سواء كان فعلا أو مضالع بس دير بالك ما بدنا اللي بعديها فعل تمام تمام أو أم اسما حلو بين المعنى الذي أفاده حرف الجر اللام حرف الجر اللام إحنا منحكي عن حروف جر هانا منحكي عن حرف جر تمام أما أصبح ما يعرف بلام التعليل يعني نفس الإسم يأتي ما بعدها سبب ما قبلها حلو سواء كان فعلا لا إحنا ما بدنا يكون بعدها فعل بدنا يكون ما بعدها إيش أخوان اسم أو ضمير متصر بين معنى حلو قال تعالى وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ يا جماعة الجنة بسبب المتقين لا إذن بدك تروح على الاختصاص والملكية هل الجنة لفرد؟ لا طبعا الجنة بهانا ذاكرها الله عز وجل للمتقين للمتقين آه اختصاص إذن هنا لا اختصاص حيلو الكلام يعني قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله آه هل أنا نحكي اختصاص ولا ملكية لا إحنا شوف أنا بدي البلان بالذات بتروح على السببية أول إشي سببية أول إشي بعدين تفكر لي بمين بملكية وبعدين تفكر لي باختصاص يرضى علي إذا مشيت هيك أنت نشغل إذن الله بالسليم إنما نطعمكم لوجه الله ليش نطعمكم آه بسبب تعليل تعليل لوجه الله شكرا 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 الآن أستاذ نخبركم 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 طيب قرأت رواية للكاتب الأردني عيسى الناعوري هل أنت عللت يعني هل أنه هذا سبب لا مش سبب طيب بالضروع الملكية والاختصاص هل الرواية خاصة للكاتب يعني هي للكاتب آه أستاذ هاي اسمها مش اختصاص هاي ملكية تمام لشخص هاي الشخص اللي هو الكاتب الأردني عيسى النعوري طب اختصاص اختصاص لما تقول الحضائق العامة لنا جميعا الجنة للمتقين تمام 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 لما تجي تحكي لي مثلا مثلا لعبة كرة القدم للجميع حلو لنا حلو هذا اسم اختصاص لكن الملكية بيكون هذا ملك لا فرد حلو كلام يلا آخر إشي عندنا حرف الجر الباء وحرف الجر الباء أيضا من الحروف الملتصقة سيدة شيعني ملتصقة شايف اللام متصلة بالاسم طوالي شايف اللام متصلة بالاسم طوالي آه حلو طيب والباء نفس الاشي أول معنى للباء اللي هو استعانة استعانة يعني انت استعانت باشي استخدمتك آه حلو تواصل نزار بالهاتف آه يعني هو استخدم الهاتف عشان يتواصل مع أسرته فهذا المعنى اللي هو الباء ضن أدولي ضن طيب سافرت بالطائرة آه سافرت بالطائرة هذا اسمه إيش استعانة يعني أنا للسفر استعانت بشو يا جماعة بالطائرة هذا اللي بدي أفهمه إبداع إبداع أخويا إبداع استعانة ماشي لما أجي أقولك مثلا كتبت المقالة بقلم مثلا إيش رصاص حلو إذن أنا استعانت بالقلم لما كتبت المقالة حي اسم استعانة الاستعانة يعني تواصل نزار بوساطة آه يعني بوساطة يعني عن طريق تمام كتبت المقالة عن طريق قلم رصاص أو بواسطة قلم رصاص أو استخدمت قلم رصاص هذا هو الاستعانة تمام التمام فهمت الاستعانة حال هسا الباء ممكن تعطيني إلصاق والإلصاق فيه حقيقي وفيه مجازي الإلصاق الحقيقي إيش هي السدي الآن بيكون ملتصق بشيء كلمة لسق الشيء يعني ملتصق به حقيقة هاي وفيه إلصاق شو مجازي الإلصاق المجازي إيش بيكون إيش أستاذي متزامن يعني موازي له مو شرط يكون إيش أستاذي بينهم تلامس الآن اتركز معي كثير كويس ما فيه تلامس إذن إلصاق بمعنى فيه حقيقي وفيه مجازي أمسكت بالقلم أمسكت بالقلم آه هذا إلصاق هاي التصق بي شاي حقيقي تمام طيب استعنت بالقلم آه استعانة كتبت المقالة بالقلم استعانة طيب مسكت بالقلم إلصاق حقيقي تمام طيب أمسكت بيد صديقي شاكرا تعونه أمسكت يد صديقي أليك أحيّاك الله آه فهمت عليك إذن هذا شو اسمه إلصاق حقيقي هاي في إلصاق وحقيقي طيب يا طاري لو أجد قلتلك مثلا آآ 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 أحن إلى أيام تعلقت فيها ب ب ثياب أبي استطمهي زمان عادي زمان أنا بحن لزمان لما كنت أتعلق بثياب أبي وأنا صغير آآ إذن هذا اسمه إلصاق إلصاق إيش حقيقي يعني عليك ركز مليون أخو حلو إلصاق ما جازي لما تقول لي والله طلع ركز ركز تمسك طارق بموقفه هل أنا ماسك الموقف وماشي لا 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 تمسك بموقفه أي أستاذي هذا اسمه إلصاق مجازي هو مش ماسك الموقف وماشي فيه آآ أو مثلا تقيد شوف شوف تقيد طارق بأفكاره أنا ماسك الأفكار ومتقيد فيها لا هذا اسمه إلصاق مجازي آآ مثلا تقيد الأردنيون بمبادئهم وعاداتهم كيف هم هم الآن مسكين عاداتهم ماشيين بالشارع لا 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 أطلاقا لا هذا اسمه إيش إلصاق مجازي مررت بمعرضي الكتاب قلت لك الإلصاق المجازي إيش موازئ له مش ما في لمس آآ فهمت عليك مررت بمعرضي الكتاب أنا مريت بجانبه آآ بجانبه يعني بجانبه بجانبه حلو إذن أستاذي أنا أحكي إلصاق مجازي يرضى عليك ركز طيب طارق السببية السببية الله لي سيئك كثرة السببية شكرا عادي أنا أبدأ أكون أعارف من السببية أنا فاهمش عن سبب يعني بسبب تحسنت صحة المريض بالتزامه تعليمات الطبيب إذن بسبب حلو حلو تمام لو قلنا مثلا حرم الطفل مين ركزها مين اللعب بركزها بمثلا إيش بموقف فعله آآ انحرمت من اللعب بسبب موقف سوا أو عمله آآ فهمت عليك إذن هنا تحسنت صحة المريض كيف تحسنت ليش شو آآ بسبب التزامه الدواء أنا فاهم شو قعد بحكي سببية يعني عليك طلاب العزة تدريب بين المعنى الذي أفاده حرف الجرش الباء قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم أنتم ظلمتم أنفسكم آآ طيب ليش آآ بسبب اتخاذكم إذن سببية أخو تقيدت سعاد بمبادئها والله فهمت تقيدت بمبادئها ماشي بله شايفكي طلع طلع سعاد سعاد ماشي ومسكة مبادئها لا إذن هذا اسمه إلصاق صح لكن الإلصاق هذا شو ما له يا إخوان نجازي يدير بالك منه دان دان فعلى طول تقيدت سعاد بمبادئها سعاد مش مسكة المبادئ يا جماعة صحوة لا فلذلك هذا إلصاق نجازي يعين عليك قال الشاعر محمود سامي البارودي فإن تكن الأيام ساءت صروفها فإني بفضل الله أول واثقي يا أستاذ أنا بفضل الله أول واثق حتى لو الأيام ساءت صروفها حلو يعني حتى لو الأيام زادت تعب مشاكلها ممتاز فإني بفضل الله أول واثق إذن بسبب فضل الله حلو دعمت سناء أراءها بأدلة إيه كيف دعمت أراءها آه بسبب أدلة لا والله ما هي بسبب هاي استعانت يعيني استعانت إذن هاي استعانة إذن استعانت من هي سناء بالأدلة والبرهين فمنسميها استعانة يعيني راسل أحمد الشركات بالبريد والله فهمتها بالبريد هي استعانت بالبريد آه والله استعان أحمد استعان بالبريد إذن عن طريق فهي بنسميها شو استعانة يا عيني عليك بالله عليك ركز مليون بهاي الأشياء وأكيد إن شاء الله بإذن الله في أوراق عمل للدرس الأول هذو احنا قسمنا الوحدة قلنا درس أول وبإذن الله تكونوا انتوا إن شاء الله في مصاف الأوائل سلامنا الله عليكم دمتم بألف خيال